نظمت منطقة الشارقة التعليمية معرضا بعنوان سلطان القلوب بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مقاليد الحكم في الإمارة وشهد المعرض وما صاحبه من فعاليات وعروض متنوعة سعادة اللواس في الزري قائد عام شرطة الشارقة وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعدد من المسؤولين والتربويين وغطى المعرض عدة جوانب من مسيرة صاحب السمو حاكم الشارقة وإنجازاته المتنوعة التي حققت نقلة حضارية كبيرة في الإمارة إلى جانب تقديم مجسمات لأهم معالم الشارقة ولوحات من إبداع طلبة المدارس وأشهد الحاضرون بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في توفير بيئة تعليمية متقدمة ومحفزة وتطوير المنظومة التربوية من خلال الاستثمار الأمثل في التعليم فضلا عن الاهتمام بالكوادر التربوية التي تسهم في إعداد جيل مسلح بالعلم والمعرفة والمهارة لمواكبة متطلبات المستقبل تزامنا مع تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لمقاليد الحكم في إمارة الشارقة ارتأت وزارة التربية والتعليم ممثلة بمنطقة الشارقة التعليمية إلى تقديم هذا المعرض المعرض للسنة الثالثة على التوالي وهو بعنوان سلطان القلوب يتكون المعرض من عدة مجالس منها قلم ومحبرة مجلس بريق وإشعاع الشارقة في أرقام كذلك ريشة فنان ومجلس حب ووفاء طبعا هذه المجالس كلها تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وإبراز أهم ما قام به من إنجازات ومؤلفات ومنشورات كذلك أيضا ينمي حب القراءة والمعرفة لدى الطلبة كذلك أيضا يبدع الطلبة من خلال تجسيدهم وحبهم لحاكم الشارقة بتلك اللوحات الفنية الرائعة ترجمة نانسي قنقر